ارجعنا لكم مرة تانية ومعنا ومنوارنا عن طريق زوم الكاتب والروائي والخبير في الاثار المصرية دكتور شريف شعبان واللي هنتكلم معايا عن الفن والثقافة عند القدماء المصريين وزي المصريين مرتبطين بالفنون وبالثقافة على مر العصور وقد ايه احنا كمان كمصريين معتزين جدا بتقافتنا وبتراصنا الثقافي والفني والنهاردة بنشوف طبعا في مهرجان العالمين الجديدة اهتمام كبير باقى الفعاليات الثقافية وحرص على تعريف الاجيال الجديدة بتراصنا الثقافي وتاريخنا زي مثلا الاراجوز وخيال الزل وفرق الفنون الشعبية اللي بتقدم تراصنا المصري الجميل هنعرف اكتر من دكتور شريف بايه سر الارتباط المصريين بالفنون والثقافة مش بس دلوقتي لانه ده من الاف السنين اهلا بحضرتك دكتور شريف اهلا بيك يا راني اهلا بيك منورنا والحقيقة انه المصري القديم كان معروف بابداعه وبحضاراته المختلفة الابهارة ولسه بتبهر طبعا العالم كله على مر السنين عاوز اعرف من حضرتك ازاي كان فيه اهتمام بالفن والثقافة عند القدماء المصريين بالشكل ده شوفي ما فيش حضارة في العالم بتقدم ابداع وابهار زي اللي قدمته الحضارة المصرية القديمة غير لما يكون عندها اداب وفنون وعلوم ووعي ثقافي بتقدر تقدمه لشعبها بالليه ان كم الفنون والثقافة اللي قدمته والحضارة المصرية القديمة مش بس الشعب مصر ده للعالم كله لكن احنا لحد من العرضة نتمتع بفنون والأثار والثقافة المصرية القديمة عندنا فنون في الأدب وفي الفن التشكيلي وفي الشعر وفي الرواية عزيزة القصة نفسها او الحاكي نفسه ظهر من مصر القديمة الفن المصرحي ان احنا بنقول ان هو ظهر في بلاد اليونان عند الاغريق لا ده ظهر عند المصريين القدماء فيه كم كبير جدا من الاهتمام سواء على مستوى الدولة او على مستوى الخاص الافراد نفسهم في مصر القديمة في الاهتمام بالفنون والثقافة بشكل عام وده اللي وصل لنا لخد النظر حقيقي ايه سر ارتباط المصريين بالفن والثقافة في حياتهم بشكل عام لانه احنا حقيقي مرتبطين جدا بالفنوننا وبثقافاتنا حتى الفلكلور حتى كل الفترات السابقة اللي عرفنا فنهاش كان شكله ايه وثقافاتها كان شكل ايه وبرضه بنرتبط بيها حقيقي يمكن ارتباط المصر القديم بالفنون والثقافة والاداب ده شيء بيجري في دم المصري حد النهاردة المصريين القدماء تميزوا في الوان كتير من الفنون هنلاقي مثلا الفن التشكيلي هنلاقي الرسومات اللي ترسمت على المقابر وعلى جدران المعابد كل ده بيدلنا ان كان فيه فن حقيقي موجود كان فيه فرق من الفنانين اللي احنا بنسميهم القصطوات وفيه بنقول عليهم التلام ذاتهم اللي تعلموا على قديهم وكل قصطة بيعلم التلميذ كان ليه مدرسة كان اسمه قصطة لا هو كان باسمه المعلم المعلم كان المعلم الفنان وكان ليه مدرسة بتخرج أجيال وبتخرج مجموعة من الطلبة أو من التلاميذ بحيث ان الصنعة دي لا تنعدم وتورث من جيل لجيل حتى دايما يقولوا ان المسترشقرقين يقولوا ان المصنين قدماء ما كانش عندهم فنانين تشكيليين ما كانوش بيمضوا على أعمالهم لا احنا لقينا في بعض المقابر أو بعض القطع الفنية الفنان ماضي باسمه وهنلاقي ان فيه اختلاف ما بين منظر لمنظر داعي على الأساس ان كل فنان لمسته بتختلف من مقبرة لمقبرة ومن منظر لمنظر قلبي ان هم كانوا الشاربين الفن بيورثوه كمان هنلاقي عندنا كمان فن المصرح عندنا فن الأدب والشاعر عندنا مجموعة رهيبة من الأشعار اللي خلفلنا المصر القديم وده اللي بيدلنا ان المصر كان حساس جدا وفن الكتابة عنده كان على درجة عالية من الرقي ومن التقدم ممكن نقول ايه أشهر أنواع الفنون اللي كان بيعتز بيها المصر القديم زي ايه عندنا الأشعار عندنا مجموعة كبيرة جدا من الأشعار عندنا الغزل الشعر الغزلي وده بيدلنا ان المجتمع المصري كان راقي جدا في تعاملاته وان الراجل اللي ما كان بيعجب فتاة او ان الزوج بيعبر عن أعجابه لزوجته كان بيقول يا أختي من كدر الترابط اللي هو شايفه ما بينهم بين بعض كان هم إخوات هم مش إخوات وده تبقى غلطة الناس بتقع فيها ان المصنين قدماء بتتجوزوا من إخواتهم ولكن في حقيقة الأشعار دي دلتنا قدقي الاستباط ما بين الراجل ومراته او الشخص بحبته كانهم إخوات بالله كمان الأشعار الوطنية قدقي ان احنا عندنا مجموعة رائعة من الأشعار دلتنا على الحس الوطني العادي انتصالات العمال المالك العظيم رمسيس التاني اتسجلت في مجموعة رائعة من الأشعار كتبوها على البرديات وعلى جوتران مع عبد الأقصر ومع عبد الكرنك دلتنا على حس رائع من الأحساس بالوطنية اللي مزاجه بالفن الشعري عندنا الكاريكاتير المصرين القدماء هم أوائل من عملوا فن الكاريكاتير الفن الساخر اللي بيصخر من أحوال المجتمع أحوال الخيال اليومية إزاي أن هم ابتدعوا فكرة الحيوانات الناطقة احنا بيقولوا تمنجري دول أوائل الحيوانات الناطقة أو قبلهم كليلة ودمنة في الفن العربي لا احنا عندنا برديات بترسم حيوانات زي القطط والكلاب والفران وهم بيلعبوا مع بعض وبيكلموا مع بعض في المصر القديم كان سابق بقرون وقرون الفنون اللي احنا بنماري سادلوات جميل